السؤال بيجينا دايما هو كل الناس ينفع يتركب لها جهاز منظم ضربات القلب السؤال ده انو شقين الحقيقة لازم نستخب بالها منها لما اقول ان حصل بطء شديد في نظم القلب ادى الى اغماقات ودوخة وزغلالة والانسان يفقد الوعي في الحالة دي لازم يركب جهاز منظم ضربات القلب وكل الناس لازم يتركب لهم وما فيش مشكلة خالص طب مين بقى اللي مينفعش يتركب له لما نقول ما ينفعش يتركب له انا عندي جهاز منظم اخر لضربات القلب جهاز منظم ضربات القلب الاخر ده هو عبارة عن سلك كهربائي رايح على البطين الامن وواحد تاني رايح على البطين الايصر والهدف من المنظم ده انه يعمل تنشيط وتحفيز للبطينين عشان ينقبضوا في وقت واحد مع بعض ده يسهل ويساعد في قوة انقباض عضلة القلب وده يستخدم لعلاج حالات هبوط عضلة القلب يبقى منظم ضربات القلب في الحالة دي اللي بنقول ينفع للناس وما ينفعش الناس اللي هو جهاز منظم ضربات القلب اللي بيعمل تحفيز للبطينين عشان ينقبضوا في وقت واحد علشان نعالج به هبوط القلب وضعف عضلة القلب في بعض الحالات احنا 70% من الناس استجيد 30-40% ممكن ما يستجيبوش وعضلة القلب ما تتحسنش احنا بنعمل فحوصات قبل ما نركب الجهاز اللي هو بيحفز انقباض عضلة القلب ده ونقدر نعرف دول الناس اللي ممكن لو ركبنا له هيستفيد نركبه له ده اللي مش هيستفيد ما نركبهوش يبقى مش هنركب امتى الجهاز المنظم ضربات القلب اللي بيعمل تحفيز لعضلة القلب اللي بيعالج هبوط القلب لو احنا عملنا الفحوصات بتاعتنا وقلنا ان غالبا المريض مش هيستفيد من التركيب بتاعه ده جهاز مكلف جداً مكلف في مصر 120-150-180 ألف جنيه حسب أنواعه فما بنركبهوش إلا لو تأكدنا ان احنا فيه نسبة عالية جداً او احتمال كبير ان المريض هيستفيد منه وعضلة القلب هتتحسن والنهجان هيقل شوية وورما رجلها هيقل واستجابته للأدوية بعد كده هتزيد اللي مش حتى انطبق عليه هذي الشروط هنقول له لا تخليك على الدواء بتاعك بلاش جهاز منظم ضربات القلب اشتركوا في القناة